اشتركوا في القناة 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 يعني أبو المستحن أنها ستصقرها بدون أي فائد يعني مثل نيفون 6 و 6 بلس لو نرجع 2014 بطارية كويسة كل شيء كويس لكن السنة اللي بعدها على 2015 بنزلت 6S و 6S بلس ترى قبل صقرت البطارية بسبب غيرت المتيرية يعني فيه أشياء كثيرة لكن يوم صقرت البطارية الأداء نفس الأداء معالج جديد اوبتومايز جديد يعني فيه شيء الجهاز يعني مش لازم بس بطارية أكبر فيه أشياء كثيرة يعني تترتع على هذه الأشياء تقدر ترفع لك البطارية توصل لك إلى 5000 لكن تحط لك نظام يحرق البطارية حرق تصير البطارية كأنها ألف وهو مش أرقام بس وهو برضو على أوكي الحق لندرويد وهو برضو على الاسكن وهو برضو على فكرة أول روم مطبوخ وماذا شنو تكلمون الآن فالأشياء هذه اللي تتقى على الجهاز هي اللي تسرب بطارية هي اللي تستهلك رام هي تسلك ما أوكي قبل لعبتها في ذا الشيء قبل لعبتها أن تجيب لك نظام هي تلعب فيه لأن نظامها وتجيب لك معالج هي اللي تلعب فيه برضو وتركبهم مع بعض فما في شركات سوية كده ما في شركة إلا أبلة حين موجودة جوجل سمعنا أنه بتسويذ الحركة اللي الآن ما سوتها في البيكسل فما في شركة أنك تلعب على الجهازين اثنين وكده إلا أبل فما تتغارم بشركات ثانية فلو بنتكلم نحن لكم عن الحجم بطارية جديدة لو بنشوف لكم كأرقام ما الفرق الآيفون 11 كان 310 الآن راح يكون 2775 10.8% نازل الآيفون 11 Pro لنفس هذا بس صغير كان 3046 دعنا نقول 3000 الآن راح يكون 2775 تقريبا 8.8% راح يكون أنزل ولو نتكلم عن الآيفون 11 Pro Max هذا اللي عندي هذا كان 3996 نقول 4000 الآن راح يكون 3687 يعني ناقص 7.1% بطارية أقل كأرقام 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 كأداء يختلف فأبل إذا نزلت هذه الأشياء بدون أي فايدة لا في شيء لكن أبل مثل منذ الـ 6 الـ 6S يوم قلت لكم أن صغيرة المعالج صغيرة لداء ولداء صار نفسه أبل ما نزلت ذي الشيء ما نزلت أرقام البطارية إلا لأن تبي ممكان لحق التابتك انجين اللي حطتها القطعة الداخلية اللي موجودة لحق الاهتزاز ما الاهتزاز اللي داخل فلازم يكون في روم داخل في الجهاز عشان تحط الشيء اللي هي بعدها بسنة شلت الهدفونجاك عشان يتنفس الجهاز داخل أو مدخل الهدفونجاك مدخل السماعة فأبل أحين إذا بتسقر بطارية في أسباب يعني مستحيل ما رح يكون في أسباب في بعض أحيانا تسوي بحركة غبية وبايخة وما حبها أنا إن كل ما لغو تنحف الجهاز أبل خلاص خلاص الجهاز نحيف يعني عذرك فتنحيف الجهاز أنا ما قبل لكن في شي جديد بترح تحطينه في الجهاز من داخل أوكي تغبل هذا الشيء فهذه كل الأخبار لحق الهدفون الجديد عمعنا بارضوا أوكي صل وقرأ لنه لكن المشكلة أنا سامسونج وتسويها حين فما أدري ما أدري أين تسوي أنت حين تصلي لنه وتسلي لك أو لا أو أنت سكت حين ما تتكلم أو ما تسوي الشركات تدامر كلهم سيقومون بالشيء تبه تبه ترى أنت من قهر من أبل كان شركاتك تمشي مع أبل أكي تبه أشب لك شركة جديدة أنت تسويها كذا واجلس يستخدمها لحالك شوف لك ما بنظام أندرود يبي لك نظام على كل واحد سوي لك نظام خاص فيك واجلس لأن شركاتك تمشي مع أبل يعني تجيب لي واحد جديد يبي يقول لك الشركات ما تمشي عن أبل تعرف التاريخ الأول كيف يشغل أتنقها حبا حبا خفا المهم برضي قول لك أبل يمكن الشاحن الجديد اللي في العلبة اللي بيشلونه ممكن أبل تنزل 20 واط حين 18 جاهز مصنوعا دابل فأبل وين راح تحط توقعت أن هذا راح يكون الحق لعبادل جديد اللي يمكن ينزل السنة الجاية النصف الأول من السنة القادمة مع A14X والأشياء كلها والميني ديسبلي وخلها السنة القادمة ما نتكلم عنه هنا أو راح ينباع أهول من فصل يعني إذا كنت تشري مع شاحن بتقول لك أبل راح لحق الشاحن هذا 20 وار يمكن إلى الآن ما ندري فهذه كل الأخبار وهذه كل الأشياء بطرية صغيرة إلى الآن ما ندري هل راح يضع 120 120 طلعت في السوفتويرات أحق iOS 14 أن أبل حطتها في السوفتوير لكن كسوفتوير عادي أبل تشيلها إلى الآن الأشياء التي تكلمنا عن 120 هيرتز 5G 5G وكي تأكدت شي قوي أن تأكدت خلصا أن 5G لازم تكون من صناعة هاردوير لكن 120 أبل تشغلها سوفتوير تطفيها من السوفتوير فصعب أن تظهر هذا لأن كلها شغلة سوفتويرات من أبل فما أدري إذا بطارية أصغر لكن معالج قوي أداء أقل في الاستهلاك البطارية سيتحمل 5G سيتحمل 120 معنا الأجهزة الآن ستنزل في 2020 كلهم سيكون فيهم 5G يقول لك السنة القادمة بعضهم سيكون في sub 6 وبعضهم سيكون في مليمتر يعني ما سيكون كلهم 5G ما ندري الحركة كلها تسيضات يعني بس ما رمسل معكم الكثير أتوقع أن فهمت كل شي في نهاية الفيديو تنسو الاشتراك بالغناة واشتراك بحساب بالسانتشات أتشرف بضبطكم ونشر المقطع ملك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسو انفضل دعاكم والسلام عليكم